بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصر واللي بيشوف جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حياته بتحلم وحياته بتزدهر وحياته بتزداد نور وبهاء مهما كان اللي بيمر بجمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هي روح روح مليان وصل بالله سبحانه وتعالى جمال حضرة النبي واحى ممكن إنسان إذا دخلها يحس بأنه هو فعلا في الجنة وكيف لا يكون ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب وحضرة النبي يبيته عند ربه يطعمه ويسقيه فاللي يعيش مع حضرة النبي هيأكل من أكل حضرة النبي ويشرب من شراب حضرة النبي الذي هو في الحضرة القدسية يا رب جعلنا من هؤلاء وعندما نتكلم عن حضرة قدسية وجمال المعاني الربانية الروحانية بتذكر بقى معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد اليقوتي وزير الأوقاف السوداني الأسبق اللي هو في الحقيقة ما رأيته وما قبلته وما جلست معه إلا وأحسست بأن روحي ترفرف معالي وزير أهلا وسهلا بحضرتك وإحنا يعني أنا متشرف ولي إحساس فائض النور والبركة بوجود حضرتك معي رب أنا أعزك أستاذ الدكتور عمر ونحن كلما نراك نرى النور والجمال والمحبة وتلقائية والعمق والأفاقة العالية متبدية في يسر وفي طلاقة بركتكم معه الحمد لله على نعمة الحب الله يباريك في حضرتك ويسمع لنا ابنكم وتلمسكم الشيخ محمود خليف يكون معانا عشان أي كلام عن حضرت النبي لازم يكون فيه جمال وفيسمعنا من المديح ما الله سبحانه وتعالى يؤثره له ويأذن من الله سبحانه وتعالى إن احنا نسمعه وإحنا في حضرت النبي احنا في حضرت النبي نقول السلام عليك يا رسول الله وأبدأ مع حضرتك معانا الوزير السودان مليئة بالخصب وأكتر حاجة خصبة في السودان القلوب القلوب خصبة جدا 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 مليئة بالطيب وبالبركة وبالنور وبالفتحة سيدي كلمنا عن السودان أهل السودان وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا يكرمك شيخ عمر وسودان ومصر شيء واحد صحيح ويتبادلون أكوس المحبة وراح المداد وكل من الآخر صحيح وإذا كان هذا انطباعك عن أهل السودان أنهم أهلك صلى الحالة واحدة فنحن نرى في مصر كل الجمال وكل الحب وكل العلم وكل المدد وهناك اتفاق أن عرض الكنانة هي عش الأولياء الله والأولياء هم سادات الحب صحيح والواقع يصدق ذلك أما وقد سألتني عن أهلك في السودان الحبيب السودان أعظم ما يميز أهله هو الأمر التحاب الله أكبر والارتباط بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل ظرف وآن يعني مهما كانت المتاعب والمصاعب فالناس في حب دائم وتكاد الاحتفالات تنتظم حياة الناس كل العام الله يعني هناك قراءة المولد في الأسبوع مرتين هذا ينتظم كثير من المنازل يعني في الأيام العادية غير أيام المولد ينتظم قراءة المولد مرتين في الأسبوع نعم الليلة الاثنين هذا يوم نولدت فيه وكأنه ده احتفال بالمولد النبو كل أسبوع كل أسبوع وكذلك ليلة الجمعة أو في عصر الجمعة الله الناس يقرؤون الموالد وهناك كثير من الناس الذين لا يفقون الحرف تجدهم يحفظون النظم الفوالد اللهم بيسموا أميين لا يحفظون ما شاء الله يحفظون برزنجي كاملا كاملا الله الله والله والله الله وأي بيت يفتتح يعني قبل أن يسكن الأهل فيه لابد أن يقرأ فيه المولد يا سلام يعني لازم نقرأ مولد أي مولد ولخاصة مولد سيد برزنجي برزنجي والعثماني الله والمولد كثيرة ومولد السيد محمد بن مختار طبعا شنقيطي وكذلك مولد السيد السمان طبعا ومولد الشيخ عبد المحمود ومولد كثيرة لكن المشتهر بين الناس هو البرزنجي والمولد العثماني الله ومسمى الأسرار ربانية الله أكبر أنا عايز نسمع حاجة من الشيخ محمود لأن السؤال اللي جايه سؤال عن حنى دلوقتي فنسمع إيه حذك تحب تسمع إيه سيدي أو نقول بقى نشوف بقى إيه رأي حذك سيدي والله نحن أصلا الشياء بناتنا مشتركة صحيح لكن هناك شخصية شخصيات المحبة والمتألغة في سماع المحبة هو سيدي صالح الجحفري يعني هو وصل مشترك كذا التعليم والتأسيس وكذا هو أزهري صحيح وكذلك جمع بين المدارس الحبية كلها فالشيخ صالح أعتقد يوصلنا وهو متاح له أيضا السلام يلا يا سيدي شوف هتشان فأسمعنا إيه بكلام سيدي صالح رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه لقد نبتت في القلب منكم محبة كما نبتت في الراحتين الأصابع يا ساداتي لا تبعدوا الله عني فإني ابنكم الله أرجو الرضا يا ساداتي الله الله من فضلي ربي عندكم الله يا أهلا ودي إنني الله الله في مصركم بجواركم الله نعم الجوار جواركم الله الله في داري خلد إنكم الله الله جنات وعدن زخريفة الله الله من أجلكم لخلودكم الله الله أهل الماودة أنتموا الله الله جبريل جاء لجدكم الله 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 شرف بيتكم الله الله في الذكر يتلى طهركم الله الله حاشا أضيع وإنني الله الله محسبوكم في داريكم الله الله حاشا أضام وإنني الله الله محسبوكم في داريكم الله الله إن كنت عبداً مذنيباً الله الله فالعفو كان لجدكم الله 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 أزيك الله خيراً أحسنت يا شيخ محمود والشيخ صالح يا مولانا مرضي الله الله كان عجيباً الشيخ صالح كان موصول بوصل عجيب وكان الناس تحبه وترى النور في وجهه وتنور قلبه وكان السر عشان هو من بضع الشريفة ومن منسوب إلى حضرة النبي بس كلامه كله كان محبه ووصل بحضرة النبي معاي وزير أنا عايز بس أسأل حضرتك أهل السودان في الحال اللي احنا فيها دي وإن شاء الله يا حال إلى خير إن شاء الله إلى فرق وإلى تيسير قريب حضرتك هل مازال الناس بتحتفل بالمولد حتى الآن الناس موصولون بالنبي صلى الله عليه وسلم على كل حال الله أكبر وفي كل الشدايد أول ما يذكرهما يشعر أنه المدخل من خلال النبي صلى الله عليه وسلم هو مدخل سالك وسهل حلو أو سالك مدخل سالك سهل مفتوح ممكن الإنسان يدخل مباشر لكن الإنسان يطلب الوجاهة يطلب الوجاهة بالنبي صلى الله عليه وسلم أنا دائماً بقول في قولي تعالى وإذا سألك عبادي يعني جموا وسألوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني وكأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم السؤال سؤال حضرة النبي هو مفتاح القر صح يعني لو هم سألوا أي حد تاني لو سألوا أنفسهم لو سألوا أي حد فكانوا يصلوا لمقامات القر ذلك في أخص اللحظات كان رسول الله سلم يقول للصحابي سلني آآ صحيح ويقول له أسألك مرافقتك في الجنة يا رب وهي أمر الآخرة يا رب فهو مفتاح الدخول والإنسان يروح عن كل مشاقه بذكر النبي صلى الله عليه وسلم مما يعني يحير أن هذا العام وهذا الربيع وللناس جنون هناك بشهر الربيع ولأن الحالة النبوية حالة ربيعية آآ طبعا متزنة ومتسقة متعد المزاق آآ يعني لون النبي صلى الله عليه وسلم ربيعي شكل العام ربيعي آآ ويرددون أبيات جميلة آآ في شهر الربيع آآ ظن استحسنها ابن الحاج في المدخل أعلمت أنك يا ربيع الأول تاج على هام الزمان مكلم مستعذب الإلمام مرتقب اللقاء كل الفضائل حين تقبل تقبل الله ما عدت إلا كنت عيدا ثالثا بل أنت أحلى في العيون وأجمل فارتباطهم بالربيع اشتغلت عيد مولد أكبر عيد الصغير عيد الفتر والعيد الصغير عيد الفتر والعيد الكبير عيد الأطحى والمولد دوت العيد الأكبر وأنت مؤيد بأنه هو الأصل كانت الإعياد لصاحب المولد لولا المولد ما كانت كل هذه الرفاهية والأبهة والحضور فانتبهت إلى ارتباط الناس بشهر ربيع أن المولد الآن وفي ظل هذه الظروف ظروف صعبة للغاية وغروف الحرب يعني والحرب ومقتضيات الحرب ومع ذلك خرج الناس في فرح الموجودون يضربون الدفوع هناك أصلا المولد وشهر الربيع يستقبل ما يسمى بالزفة طبعا تصبغ الربيع بيوم ويخرج الناس الصغار والكبار والمعلنين يخرج في الزفة دي وحتى الناس الذين يبدو عليهم أنهم ليسوا من أهل الحب الظاهر لكن الحب في قلوبهم صحيح في ألحان سودانية لطيفة جدا وهو منشور على الإنترنت ووغى على التواصل نحن رأيناه وسرنا وأبكانه صراحة فالناس مجانين بشهر الربيع والسر الجنون يعني راقي وعالي فالآن خرجت المواكب الآن الناس يحتفلون لبشرة خير إن شاء الله بشارة والله إن شاء الله بشارة نعم ناس يستبشرون خيرا الأمر يقول إلى من هو بالمؤمنين رؤوف رحيم إن شاء الله إن شاء الله يقول الأمر إلى خير وسلام وفتح وتوفيق وبسط الأمن والأمان إن شاء الله بسر حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم نخرج لفاصل ونواصل مع حضرة الجميل الكريم الرائم الفاتح لكل خير الفاتح لما أغلق نور قلوبنا وقوت قلوبنا ونور بصائرنا صلى الله عليه وسلم نخرج مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاصل ونرجع نواصل بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا السلام عليك يا رسول الله معانا أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والأسرار والبركات اللي بتحضر لما يكون معايا من أستاذ الدكتور ومحمد الياقوتي معاني الوزير مع الوزيد الأوقاف سيداني الأسبق سيدي احنا كنا بنتكلم على قبل الفاصل على إزاي هذا الحب هذا الحب الشديد لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه فتت الظرف الصعب في السودان وجمع القلوب وخلى الناس تخرج حتى الأطفال خرجوا في أمان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم المظاهر التي في السودان دائما فيما تعلق بحب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك مظاهر تتعلق بالأسرة ومظاهر تتعلق بالبيت ومظاهر تتعلق بالمسجد يعني ايه أكثر المظاهر تتعلق بالأسرة في مسألة المولد ربيع أول ما يدخل كل الناس بيكونوا في حالة استعداد حتى الجهات الرسمية في أي زمان وآن لأن هذا مطلب الجماهير لا إنسان مطلب للشعب كله فالدولة من ضمن مهامها أنها يعني تهيي هذه الساحات للناس يعني تهيي الساحات وتؤمنها وتؤمنها وتتيح بعض ما يمكن أن يتاح من تهيئة الزينات وإنارة الطرقات العامة ولكن يقع هذا الأمر بصورة أساسية على الطرق الصوفية المنتشرة يعني بكثرة طبعا الطرق الصوفية كثيرة جدا 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 في السودان وتكوين المزاج السوداني كل مزاج صوفي فالناس كل طريقة تؤسس أو تنشئ لها سرادق أو خيمة في ساحات عامة يعني الاحتفالات تكون في الساحات العامة والزفة الرسمية الزفة أيضا تكون منقولة على كل التلفازات الزفة بتبدأ منين مع المزاج؟ طبعا حسب المواطن يعني مثلا منطقة أم دورماندا يعتبر أكبر تجمع في السودان وواسع فتمشي الناس يمشي على الأرجل أي مسافة يعني خمسة كيلو الله أكبر كده في نظام وفي خطوة بيبدأ من مكان إلى مكان ولا؟ نعم ينتهي بساحة المولد في ساحة اسمها ساحة المولد؟ في كل تخطيط في ساحة المولد آه يعني ده أمر أساسي وكأنه جزء من حياة السودانيين وساحات كبيرة جدا يعني ساحات كبيرة جدا اسمها ساحات المولد؟ ساحات المولد زي ساحات كده الصلاة العيد كده نعم وعلى وسع كبير وفي كل مدينة طبعا يعني ممكن يكون العدد اللي بيحضروا في الساحة دي ألاف مثلا؟ لا هم يكونوا عشرات مئات الآلاف يا الله تقانت تصور مثلا موقع يكون فيه أنا ما أحدد المساحة بالضبط لكن يسع مجموعة من ملاعب كرة القدم وهو مزحوم لدريت تصعب في الحركة الله أكبر وهذا يوميا يعني إلى تون ربيع؟ لا لنصف ربيع من يوم واحد إلى اتناشر ربيع آه يعني من أول يوم واحد ربيع إلى إنثن ميلاد كل ده مسحوم إن شاء الله الزحام كثير وإلى الصبح الناس يسهرون الله أكبر وسواء كانوا مرتبطين بالعمل أو كانوا في إجازات يعني فيهم إجازة هم هناك زحام مستمر وفي تنوع طبعا في الاحتفالات نفسها غير تلقي التهاني وهو موسم لتلاغي الأحباب الله أكبر يعني ممكن واحد يقول له أنا أعب لك في الموني وكل الناس هناك في تلك الساحات ينظمون أنفسهم يعني ما مرتبط بالذين هم منضمون إلى البواتق الصوفية والطرق خالص عامة الناس مفتوحة للناس كلها أمر شعب بحتي وفيها المدايح طبعا كسرة وفيها الذكر مدايح يعني مدايح زي إيه مثلا؟ المدايح كسيرة لكن يعني أشهر مثلا البردة يعني هناك مطلوبة الهمزية يختتح ويختتم بها لابد الليلة وهناك شعراء سودانيون يعني لابد لكل شعر أن يكون نظم شيئا في المولد الله أكبر ومعظم الشعراء لهم النبويات كده يعني وكأن يجازة الشاعر أنه يمدح في النبي لازم تشارك فيه حتى لو كان هذا الشاعر عنده فلسفة في ظاهرها يعني ما تتوافق مع مسألة الله مثلا ما من شاعر هو منتمع إلى مدرسة علمانية إلا وله قصيدة قصائد مبدعة هذا غريب جدا ما شاء الله يعني زويرة لطيفة خاصة بأهلنا في السودان جدا جميل علىها نمازج يعني كثيرة جدا لكن من أشهر قصائد قصيدة الشيخ محمد المجذوب بن شخص الدين آه طبعا يعني صبغت دموعا يشهد الحزن أنها آه أتت من فؤاد بالغرام متيم الله وليس له من ذات تيوم مشرح سوى أن يرى معشوقه فيسلمه هذه من أشهر القصائد يسلم فيها على كل النبي صلى الله عليه وسلم نسمع بقى نسمع أن نتحرك الشوق خلاص آه والله فنسمع حقا من الشيخ محمود يا جامل سدن النبي يا حانن سدن النبي والله العظيم يا ناس ما لنا غير النبي ما لنا غيره ساكن في القالب قوة دا حببنا ورحنا هو وضمنا سدن النبي يا جامل سدن النبي يا حانن سدن النبي والله العظيم يا ناس ما لنا غير النبي نور المصطفى أحمد نور أزلي سرمد أول ما ربي أوجاد نورك يا سدن النبي يا جامل سدن النبي يا حانن سدن النبي والله العظيم يا ناس ما لنا غير النبي نور المصطفى بلسم ذكروا في الورا طلسم أول ما ربي أقسم بحياتك سدن النبي يا جامل سدن النبي يا حانن سدن النبي يا جامل سدن النبي والله العظيم يا ناس ما لنا غير النبي الله فتح الله عليك يا شخص وبعدين الشيخ محمود يبدو أنه بيلعبنا لأن النشيد دات موجود برضو عند أهلنا في السودان ومساء الله هو يبدو أنه يعني عارف المزاج مردد أنا أذكره كثيرا في ساحة السعادة الدين دراوية آه طلعا ومتداد أيضا بين البلدين معرفة زي أنا خليني أسأل حضرتك عن ذكرات حضرتك الشخصية بقى مع المولد يعني حضرتك تتذكر أكتر مرة فرحت بيها مثلا بحلوة للمورد أو باحتفال بالمورد كان وعمر حضرتك كام والله يا شيخ عمر أنا لا أذكره زمانا ما عشت في هذي ربنا يدي ما عليك نشأنا نشأنا أصلا في ساحة يعني هم محتفلة بشكل مستمر وكما ذكرت لحضرتك على أنه لازم نحن نقرأ المولد في الساحة نفسها وداخل المنزل كمان يعني لازم نعملها في الاتنين يعني نعملها في خارج في الحياة العامة وفي نفسها تفتنى وده الأيام العادية ده طول العام يعني نحن لابد يومين في الأسبوع يكون عندنا مجلس اسمه المولد مجلس المولد إن شاء الله ولهن كانت الفرحة فيه تكون يعني كثيرة لما فيه أيضا من الحلوة وهدايا المولد إيه أكتر بقى أكلة أو حلوة بقى إيه أكتر أكلة أو حلوة عندي أهلينا في السودان بتتعامل في المولد في الحلوة في حلوة تسمى حلوة المولد اسمها كده اسمها كده وفيها يعني أشكال كثيرة جدا أشهرها الفولية اللي هي يعني أيضا منسجة فول السوداني فول السوداني والحمصية والسمسمية والعلف والفعلات ده نحن سميها اللوكوم مشهورة يعني آه طبعا وفيه مجسمات عرائسة المولد ده أيضا هي نوع من الحلوة أنا ليه أتأمل شوية كنت بقول كده في اللي عندنا ليه هم راحوا على كل البذور كده وخلوها تحلوة وكأنهم بيقولوا أي حاجة تتصل بحضرة النبي تحلوة وكان أصدهم أنهم يعيشوا في ملحظة النبي ده الحقيقي وهو فيه فلسفة يعني لهذه المظلمة دائما أقول لهم هو المولد ذكر وذكرا الله الذكر الجوانب التعبدية الموجودة فيه من الصلاة رسول صلى الله عليه وسلم والتفنن فيها والأماديح أيضا تنتمي إلى الذكر ويعني نشر العلم يعني لابد في كل قيم من القيم يكون فيه أيضا محاضرة إن شاء الله لازم كلام يذكر بقى وكلم عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الناس أخلاق وليالي شعرية تنافسيات الله أكبر لكن الذكر هذا يعني فطري يعني أي إنسان رأى الجمال ينحزي له طبعا أي شخص يعني في وفا في قلبه لكل من قدم له خير خير فالمظاهر الذكرياتية هي مظاهر عادية ودى في الفطر السليمة ودى تجعله مولد مولد إنساني اجتماعي وإنساني واصلا الشريعة ما جاءت لتلغي الفطر العكس تهذب هذه الفطر وتوجيها في الوجهات الصحيحة وتقابل العطاء بالوفاء فبعتقد أن نفس هذه الحلوة ومع إنها مظاهرين هي ذكرياتية فحسب لكنها تعمق المحبة وتورث هذا الحب وتجعله مظهر شايع في الأطفال والتبادل والمولد نفسه موسم للتراحم سبحان الله يعني إذا كان حد ما عنده حلوة المولد ولا عرايس المولد ده في تكافل في الله الله أكبر في هذا الأمر لأنه أي منزل لابد يكون فيه هذا المجهد وكأنه ما فيش بيت وربنا قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إلا توصلوا رحمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أنا حاسس أن أهل السودان وإحنا بنتكلم وبنتقانس مع بعض يعني وكأنه هم معجونين كده بجمال وحب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أولا أن يداوموا على هذه الرحمة والتعرض للرحمة في كل رحمة من الله أنهم هم مقامون في هذا النقام ويتعرضوا للرحمة التي هي الرحمة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي الرحمة الواسعة فهو رحمة الله التي وسعت كل شيء كما هو واضح من سياق الآية ومن عجائب الأمور أن أناس بهذه القلوب ويحصل هذا التهارج الذي يراها الناس أنا أعتقد أنها هي مؤامرة كونية لكن إذا ارتبطوا بهذه الذكريات وغنوا مع شاعرهم لذكراك يا خير النبيين روعة يداعبها نور الهدى وتداعبه هي الغيث إن ضن الزمان بغيثه أفاضت أيديه وأخصب الساكبه يحيل جديب الأرض جنات روعة وقد كان مقفارا تروع سباسبه بالنبي صلى الله عليه وسلم يعود النفت وتعود البشريات والخير كله إن شاء الله إن شاء الله بكم وحبكم وإن شاء الله باجتماع الناس على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزول هذا الغم وإن شاء الله يكون في النعمة وفي الأمان وفي السلامة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم عنوان السلام وعنوان الرحمة وعنوان البركة وعنوان نور مع الوزير أنا شاكر لحضرتك هذه اللحظات اللي فيها النفحات والأنوار والبقاء في حضرة الجمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بيسكب على قلبكم كل هذا الجمال شكرا مع الوزير شكرا لإستضافتك جزاك الله خير ألف شكر لحضرتك ودايا معك النور والحب والتلاغي الجميل الله يرضى عليكم مع الوزير شكرا يا شيخ محمود على وجود حضرتك معنا يا سادة إحنا مع أهلنا في السودان دايما بنستبشر بحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإحنا بندعو إن الله سبحانه وتعالى يجعلهم في أمان وفي ضمانة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي بركة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله كل هذا يزول كل هذا لا يبقى منه إلا الوصول إلى كل مأمول ببركة السيد الكريم الأمين الرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء الله دائما نحيا في كرم الله وحفظ الله ومدد الله وعون الله بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نسألك شفاعة ونسألك يا ربنا مددا ببركة حضرة النبي أن تنشر الأمانة والسلامة في رعبوع بلاد أحبت رسول الله وذابت فيه يا رب العالمين أكرمنا بسر محبة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة